احنا مش بتوع حداد احنا نار تحت الرماد احنا صخر ما يتكسرش وكل ضربة بنزيد سبات منسي حي ما يتنسيش بعد ارضي خلاص مفيش منسي ميت مليون يموتوا والبلد دي ما تنحنيش ايقونة حقيقية في القوة والشجاعة والانسانية وضمن اقوى ميت قائد سعقة على مستوى العالم فخر لامة لا تعرف الهزيمة او الانكسار كان لا يشغله سوى الشيء واحد وهو الوطن الوطن اللي لا تعترف به جماعات الضلال والتخريب اطلقوا عليه في القوات المسلحة لقب الاسطورة بفضل انجازاته واطلق عليه اعداءه لقب الطووس الاكبر بسبب استهدافه الدائم ليهم دافع عن الوطن لاخر لحظة وصاموا قدساته وكتب مجدهة الدائم باحرف من دهب على جدران هذا الوطن الابي كابوس الجماعات الارهابية اللي اتحفرت حروفه من نور في ارض المعركة الاسطورة احمد المنسي اللي اصبح نشيد يردد في الصحقة المصرية صديقي المشاهد لو عايز تعرف مين هو احمد المنسي الشخص الذي لا ينسى وتكتشف بنفسك كان ازاي كابوس الجماعات التكفيرية وايه هي تفاصيل اكبر عملية انزال قام بيها في سينا من بعد حرب اكتوبر وازاي يقدر انه ينجح في تصفية اكتر من 380 ارهابي والابضع على اكتر من 120 تكفير شدي للخطورة يبقى لازم تكمل معنا الفيديو للنهاية ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا اللايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مبدئيا كده صديقي اتولد احمد صابر علي المنسي بمركز مينيا الامح اتابع لمحافظة الشرقية في يوم 4 اكتوبر سنة 1978 منسي اتولد في عيلة بسيطة اتسمت بالاخلاء العالية وحب الخير لدرجة ان والده طبيب الاطفال صابر منسي كان بيعالج الاطفال في عيادته الخاصة بمقابل مادي رمزي جدا لما تعين في التمانينات كمدير للوحدة الصحية في قرية سنهوت لأكتر من 9 سنين انتقل بزوجته وولاده الثلاثة محمد واحمد وريضة المنسي واستقروا فيها وتلقى احمد المنسي تعليمه الابتدائي في مدرسة القرية العيلة انتقلت بعد كده لمدينة العاشر من رمضان وهناك اشتهر والده صابر المنسي بلقب طبيب الغلابة وده كان بسبب حرصه الشديد على خفض قيمة الكشف على المرضى اللي بدأها بخمسة جنيه وما تعددش العشرة جنيه لحد وفاته اما المنسي اللي ابن الاوسط بين اشقائه فتعرف عنه من صغره انه كان بيت جنن لو اي شخص تعرض لعيلته او للمقربين منه هو كان شخص قريب جدا جدا من عيلته وكان بيفرح من قلبه بجد لما كان بيشوف والدته السيدة سناء محمد رضا مبسوطة او بتضحك من قلبها وعلشان كده احمد بالتحديد كان ليه مكانة خاصة ومختلفة في قلبها عن اخواته الاتنين رضا ومحمد شوف يا صديقي احمد المنسي كان طفل متفوق جدا دراسيا ورياضيا كمان كان معروف عنه حسن الخلق واقتداءه من صغره بشخصيات تاريخية عظيمة جدا زي سيدنا حمزة وسيدنا علي بن ابي طالب ده كله بجانب انه كان متميز بروح القيادة من صغره وعنده لباقة في الحديث وعشق كبير للحياة العسكرية احمد كان شايف نفسه في الحياة دي من صغره لدرجة انه كان بيحب جدا يحضر الموالد مخصوص علشان يلعب لعبة النشان ومن صغره وهو فعلا رجل بكل ما تعنيه الكلمة فكان بيتحمل المسئولية كاملة دون ملل او كلل وعلى الرغم من ان والده كان طبيب معروف في العشر من رمضان الا ان احمد اصر وبشدة انه يشتغل في فترة الاعدادية وبلغ والده ساعتها انه قرر يشتغل في واحد من المصانع كعامل بليومية في تحميل ونقل الكاراتين والمواد الخام وقتها والده اتفاجئ جدا ورفض قرار احمد في البداية لكنه قدر انه يقنعه برغبته وبانه عايز يعتمد على نفسه ويشعر بمتعة العمل والحصول على مقابل مادي منه افتكروا يا جماعة ان ده ولد في الاعدادية بعد نجاحه في المرحلة السنوية قدم المنسي لتنسيق كلية الفنون التطبيقية بجانب تقديمه لاختبارات الكلية الحربية وبرغم اختلاف المجالين الا ان احمد في الحقيقة كان مرهى في الاحساس جدا وكان فنان جميل بيحب فن الرسم بشكل عام وبيحب رسم الكاريكاتير وكتابة الشعر بشكل خاص وفي نفس الوقت كان زي ما قلنا متميز بقوة شخصيته وشجاعته وإقدامه بتحكي والدته ان احمد كان دايما بيدخر مصروفه علشان يشتري كل اللعب اللي كانت عبارة عن مسدسات ودبابات حربية كان بيحكي بيها مواقع حربية وهو صغير وده لانه كان دايما اقصى طموحه انه يكون زابط في الجيش المصري زي خالو اللي كان لواء عسكري كبير شارك في حرب اليمن وبيتحكي عنه اساطير وبطولات وكانوا معتقدين لفترة طويلة انه استشهد في اليمن واتفاجئوا بعودته بعد سنة من فقده كان قريب جدا من قلب احمد اللي في النهاية قدر فعلا انه يحقق حلمه والتحق بالكلية الحربية اللي اتخرج منها سنة 1998 ضمن الدفعة 92 حربية واشتغل كظابط في وحدات الصعقة وخدم لفترة طويلة في وحدة العمليات الخاصة التلت ساعات قتال المتخصصة في مكافحة الارهاب واللي اتكلمنا عنها في حلقة قبل كده شوف يا صديقي حياة المنسي كانت عبارة عن سلسلة طويلة وغير منتهية من البطولات والمواقف الانسانية اللي عمرها متنست بحسب كلام العقيد محمد وديع اللي كان واحد من اصدقاء المنسي فاحمد المنسي اللي كان مقاتل الشرس وقائد من الطراز الاول كان في نفس الوقت معروف بهدوء الطبع في تعامله مع الجميع وكره للعنف عموما كان بيستخدم دايما العقل واللين والزكاء في التفاهم معاهم وبيكره جدا الصوت العالي اما على المستوى الانساني فاحمد المنسي كان دايما بيفكر في اللي حواليه ودايما شايل هم مشاكلهم لدرجة ان كان عنده واحد من ضمن اصدقائه انتقلت والدته الى رحمة الله فالمنسي من بعدها بقى بيلعب معاه دور الام يعني كان بيكلمه باستمرار وبيشوفه بيأكل ايه وبيشرب ايه كأنه ابنه والمرة اللي صاحبه كان مايردش على المنسي فيها كان فورا بيطلب من باقي اصدقائهم انهم يروحوا معاه على بيته علشان يشوفوه ويتطمنوا عليه بيحكي صديقه وديع ان في مرة كان قدم مجموعة من زميله الزباط استمارة للحصول على الشقة ضمن وحدات سكنية ما كان تم الاعلان عنها في مدينة العاشر من رمضان ولما اقترحوا الفكر على المنسي قدم اوراقه معاهم في البداية لكنه قرر سحبها في اليوم التالي وساعتها لما رفض التقديم قال ببساطة دي مش من حقنا دي للغلابة واحنا عايشين كويس وعندنا شؤق من الجيش المهم يا صديقي ان في سنة 2001 تم اختيار المنسي وهو بردبت ملازم اول للحصول على فرقة السيل ضمن اكتر من الف شخص التحقوا بالدفع الاولى من السيل في مصر وعلى الرغم من ان فرقة السيل ما بتاخدش غير صفوة الصفوة والخلاصة من الجنود اللي بيتم اعدادهم بشكل مختلف باعتبارها فرقة شديدة الصعوبة وبتقوم على نمط معين من العمليات الخاصة الا ان المنسي كان واحد من ضمن السبعة وثلاثين ظابط بس اللي كمله الفرقة وقدر انه يحقق فيها ترتيب متميز تفوق به على المارينز الامريكية في سنة 2005 اتجوز المنسي من منار سليم اللي كانت من ضمن ارايبو بعد فترة خطوبة سنة واربع شهور كان مشغول جدا من بدايتها لانه كان بيحصل على عدة دورات دراسية يجتاز بيها اختبارات باللغة الانجليزية اللي كان لازم ينجح فيها علشان يسافر امريكا ويحصل على فرقة السيل اللي هي فرقة قوات الصعقة الامريكية اللي بالمناسبة بينجح واحد من كل خمس اشخاص في الالتحق بيها باعتبرها اقوى فرقة للقوات الخاصة على مستوى العالم كله هي عبارة عن مجموعة تدريبات خاصة جدا وبيتقدم ليها المئات من الزباط اللي بيتعدوا الربعميد زابط واللي بيجتازوها في النهاية لا يتعدوا الستة وعشرين زابط في مصر وامريكا مع بعض لانها بمنتهى البساطة من الفرق القوية جدا ولا يتخطاها الا من يملك قدرات بدنية خاصة وفي الفين وستة سافر المنسي على الولايات المتحدة الامريكية لاستكمال باقي الاختبارات والتدريبات اللي هتأهله للحصول على الفرقة وتعالى حكيلك على موقف صعب جدا حصل للمنسي في الاختبارات النهائية لفرقة السيل قبل اربع تيام فقط من معاد اختبار القفز حصل للمنسي كسر اجهادي في قدمه من قسوة وكثرة التدريبات وكان طبعا لازم يجتازي الاختبار النهائي وإلا هتضيع عليه الفرقة كلها ومجهود التمن شهور اللي قضاها في التدريب في امريكا وطبعا مش محتاجة اقولك ان عملية التجميس كانت هتمنعه من ارتداء الحزاء الرياضي للقفز فقرر انه يربط قدمه بروباط ضاغط ويلبس فوقيها اكتر من شراب تقيل وفي النهاية اجتازي الاختبار بالفعل وهو بيبكي بالدموع مع كل قفزة على قدمه لكنه اتحمل صعوبة الالم وحصل على الفرقة في النهاية مش بس كده ده كمان اختاروا الامريكان انه يكون قائد عليهم رغم انه مسلم وهنا بيقول الرائب محمد وديع ان منسي في البداية وجهته عدة صعوبات للحصول على فرقة السيل من امريكا اولها وابرزها يعني التمييز العنصري ضد العرب فوجد عدة عراقيل من المعلمين بالفرقة اللي كانوا مجملا ضده لانه عربي ومسلم كمان لان اغلبهم كان جاي ساعتها من افغانستان وكانوا من ضمن المصابين في الحروب ضد المسلمين فاعتبروا منسي عدو مباشر ليهم ارسلته دولته للتدريب عندهم ومن المواقف اللي قابلته هناك ان كان فيه واحد من المحاضرين بيلقي محاضرة اساء وهو بيلقي المحاضرة للمسلمين ووصفهم بالارهابيين ووصل بيه الامر انه حتى سب القرآن التصرف ده للأسف كان في وجود مجموعة المتدربين اللي كان من ضمنهم طبعا مسلمين من دول عربية واسيوية ولكن مفيش واحد منهم رد على كلام الشخص ده بكلمة واحدة الا طبعا المنسي هو الوحيد اللي قام واعترض على اهانة المحاضر وكانت مشكلة كبيرة جدا لدرجة انها كانت هتتسبب في تركه للفرقة وعودته للقاهرة من غير ما يحصل على الفرقة لدرجة انه ساعتها اتصد بزوجته وولده وولدته واخواته الاتنين علشان يستشير كل واحد منهم على حدة وياخد رأيهم هل يرجع القاهرة ويترك الفرقة ولا يعدي الموقف ويكمل تدريباته لحد ما يكتزها قراره النهائي كان انه يكمل تدريباته وعلى الرغم من محاولاتهم لاحداث وقيعة بينه وبين زملائه داخل الفرقة الا ان المنسي استطاع بشخصيته انه ينال اعجاب زميله بحسن تعامله ومواقفه الانسانية واخلاقياته الرقية معاهم في الفرقة خصوصا بعد مساعد في انقاذ حياة شخصيات كتير اثناء التدريبات رغم احتمالية تعرضه هو للمخاطر لدرجة انهم بقوا يختاروا كقائد ليهم وقت تأسيم المجموعات اثناء التدريب وبشطرته وصل الامريكان انهم يقولوله انت القائب بتاعنا في المهمة فمرة من المرات كان فيه واحد من المتدربين اللي معاه استضم بكتلة صخرية اثناء التدريبات قدت لفقدان وعيه في منطقة خطيرة جدا بالمحيط كانت منطقة عميقة جدا وفيها دوامات وفي وسط خوف باقي المتدربين لا يتعرضوا للغرق من محاولة انقاذ زملهم قدر احمد المنسي انه ينقذ زميله من الغرق فاصبح ساعتها قدوا ليهم بشكل عام وبقوا يضربوا به المثل في الشجاعة بشكل خاص وفي نهاية الفرقة كان نال ود كل الشخصيات هناك لدرجة انهم اقاموا لي حفلة كبيرة تكريما لي قبل عودته وتقديرا للمواقف الانسانية اللي بدرت منه بعد رجوعه من امريكا في 2007 التحق بالخبمة في منطقة انشاص في محافظة الشرقية واشتغل كمدرس في مدرسة الصعقة وكان دايما بيقول للجنود انتم دلوقتي في فترة خدمتكم في الصعقة يعني ترموا اتجاهكم السياسي ورى ظهركم اتجاهكم الاساسي هو لله تحمي وطنك وبس ولما كان بيحب يحفز جنوده في ميدان الرماية كان بيقول لهم دايما في الرماية علشان ترمي كويس تخيل ان الشكل ده تكفيري جاي يضرك ويدر وطنك وأهلك هل هتسيبه؟ وفي 2009 وبعد ولادة ابنه حمزة بشهرين التحق المنسي لمدة سنة ببعثة الملحقين والوحدة تلت تسعات العسكريين وكان ملتحق كمساعد للملحق العسكري لدولة باكستان بعدها استكمل خدمته بين مدرسة الصعقة والوحدة تلت تسعات لحد ما جات أحداث ثورة 25 يناير في الفترة دي كان التحق بمعسكر مع زملائه لعمل بروفات على عروض تخرج دفعات الطلاب بالكلية الحربية قبل شهر من موعدها وكانوا بيقوموا بالتدريب على العروض دي مرتين أول وآخر اليوم المنسي كان دايما بينصح الجنود ويقول لهم أنا قعدت 112 أسبوع فدائي مجموع عدد أسابيع فرقة الصعقة الراقية اللي هي سيل مصر رقم واحد وسيل أمريكا رقم 258 وعمري مصليت وانا قاعد وقع في يوم من الأيام تستخسر صحتك في ربنا طالما عايش وفيك نفس حتى وانت تعبان تعال على نفسك علشان ربنا وعلشان ربنا يقف معاك دايما سواء كنت كويس أو تعبان الغريب إن المنسي كان متعود إنه يغيب عن زميله لفترة طويلة ممكن توصل لتلات ساعات تقريبا وفي مرة من المرات لاحظ واحد من زميله اللي كانوا معاه في التدريبات إنه مش موجود فطبيعي كان عايز يعرف إيه سبب اختفاء المنسي كل الفترة دي وعلشان كده قرر إنه يدور عليه وساعتها لأى منسي قاعد في عربيته وبيبكي بالشدة أول ما المنسي شافه راح ندهله فورا وحذره إنه ما يعرفش أي حد باللي شافه وطبعا وافق زميله لكن اشترت عليه إنه يعرف سبب بكاؤه فوافق المنسي وقال له زعلان على مصر وببكي على حالها أنا لما شفت التدريبات الضخمة لفرقة القوات الخاصة في أمريكا وأنا باخد فرقة السيل منها كانت التدريبات في مصر أقل منها وبكتير أمريكا بتجهز كل يوم علشان تحاربنا في يوم من الأيام وإحنا للأسف ما بنعدلهمش زي ما هم بيجهزولنا وفي الشهور الأولى من أحداث ثورة يناير اتكلف المنسي بتأمين مبنى السفارة الأمريكية وكان مت بهدل وبيقف في الشارع طول النهار لغير إنه كان دايما بيغيب عن منزله يوم الجمعة بسبب المظاهرات وعلشان كده كان عنده شعور دائم بإن إخلاصه في عمله هو سبب تأثيره في حق أسرته وابنه خصوصا لما كان بيقارن بين تربيةه لابنه وبين تربية والده لي لدرجة إن وقتها كان أقصى طموحه إنه ياخد حمزة معالي المسجد يوم الجمعة وكان دايما بيقول لزميله نفسي بس أصلي الجمعة مع حمزة زي ما كان أبويا كان بياخدني الجامعة ومع كل حدث إرهابي اتعرضت لي مصر كان المنسي بينفرد بنفسه لساعات طويلة في مكان لوحده وبعيد عن أعين زميله في الكتيبة أكتر من مرة وينفجر من البكاء على حال مصر وكان دايما بيتمنى الشهادة وفي مرة لما كان بيتكلم مع أحد أصدقاؤه عن الشهادة قال أنا عارف يا ابن أنت وهو أنا هموت فين أنا ربنا كاتبها لي بإذن الله ربنا كاتبها لي ولأن المنسي كان من أشجع وأكفأ زباط وحدات الصعقة والقوات الخاصة عموما في 2012 بعد واقعة استشهاد الجنود في سيناء وقت الفطار في شهر الرمضان كتب المنسي منشور على صفحته قال فيه يعني يا رب الجنود اللي استشهدوا في رمضان ساعة الفطار أحسن مني يا رب الشهادة مليش غيرها أمنية يا رب إذا لم يكن بك علي غضب فأنا لا أبالي في سنة 2013 حصل المنسي على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان وفي يوم 28 يناير 2013 في الزكرى التانية لجمعة الغضب كتب المنسي قصيدة كلها معاني وطنية وألفاظ تحدثت عن الوطن والفداء والتضحية أثبتت ساعتها وضوح رؤية أحمد المنسي وكان الهدف من بساطة كلمتها إنها تكون مناسبة تماما للجند البسيط والبعيد عن البلاغة المعهودة فعبر بصورة بسيطة وقوية ومؤثرة عما يريد فقال أتضيع بلدي وما زلت حية فياليت الممات يطوين طية فرقة وخلاف والسر منفعة وشيطان مريد يغوين غية وما حب مصر إلا عطاء أهبها روحي ما طلبت شيئا فما بال حال قد أهمني وما له من حلم سعيته سعيا أرى في الأفق فجرا قد بزغ وعبث لعين بما أتى من ضيا يا ثورة الأحرار أبل فرج جئتي أم بهمي وغمي وقتلي حيا فيا عامرا وطني رهن إرادتك دمي لأجلك يرويني رية في سبيلك يا إلهي طلبنا وأمر رضوان ينظر حفية وبعد أحداث 30 يونيو وتصريحات الإخوان إن الارهاب اللي في سينة مش هيتوقف إلا بعودة مرسي جت له الأوامر بالاتجاه لأول مرة مع القوات كقائد تاني للكتيبة 103 سعقة لتأمين وحماية سينة فكان رده كله على الله أنا رايح هناك وربنا الله هيسر الأمور كلها وفي اللحظة اللي بلغ فيها زوجته بإنه هينتقل لسينة كان بيبلغها بإن الشهادة قادمة وحان أونها رغم إنه كان دايماً بيقول لزوجته منار اتوقعوا تلقي خبر استشهادي في أي وقت كانت بتعبر له عن حجم خفها وألقها الشديد عليه لكن هو كان دايماً بيستنكر مشعرها ويقطع كلامها ويقول لها أنت بتقولي إيه؟ ده أملي بدل ما تدعيلي أنا المقام الشهادة بتتكلمي عن مخاوفك يا ريت هتيجي ولما كانت بترد عليه وتقوله والولاد كان بيرد عليها ويقول أنا سيبكم في معية الله وحفظه وهو خير حافظ وخير معين فعلاً سافر المنسي على سينة في يوليو 2013 كرئيس عمليات الكتيبة تنفيذاً لأوامر قيادته اللي كان دايماً بيوصيهم ويقول لهم ما تنسوش رجالتي رجالتي دايماً أهم ما تفتكرونيش افتكروا العساكر أما التكفريين فأنا قاعد ببردش الشاي ده في الصحراء مستنيهم قاعد لهم ومش همشي اللي ما تعرفوش كمان يا صديقي إن الإرهابيين كانوا بيحاولوا إنهم يستهدفوه هو بالتحديد من 2013 وكانوا بيسألوا عليه بالاسم خلال تنفيذهم للعمليات وده طبعاً بسبب بسلته وشجعته في مدهمة أوكار الإرهابيين وسط يدهم أحياء وأبدوا على عشرات العناصر الإرهابية اللي كان أبرزهم الإرهابي عاد الحبارة أبرز المطلوبين لدى أجهزة الأمن المصرية وده طبعاً لتورطه في تنفيذ عمليات إرهابية كان آخرها مشاركته مع أعضاء تنظيمه في ارتكاب مسبحة رفح التانية في 19 أغسطس 2013 اللي قدت لاستشهاد 25 جندي مصري واعترف من خلال تسجيل صوتي بارتكاب الحادث لما ظهره هو بيبلغ أحد القادة بتوعه وبيقوله باركلي أنا عادل حبارة صاحب 25 شمعة من وراء وقتها كان قاعب مع اتنين زميله من اللي شاركوه في تنفيذ الجريمة جوه سيارة دفع رباعي في العريش وكانت الفرقة الأمنية لابسة ملابس سينوية وبترقبه من جوه سيارة أجرة وكانت بتتبع خطواته لحد ما وصل لأحد الأسواق التجارية بشارع 23 يوليو وفور دخوله أحد المحلات دهمته القوات بقيادة المنسي وتمكنت من محاصرته وعلى الرغم من أنه حاول تفجير نفسه بقنابل كانت معاه إلا أن القوات تمكنت من شل حركته والسيطرة عليه ونقلوا المنسي مع مرافقيه إلى مقر أمني بالعريش فلقبوا المنسي ساعتها بأسة سينة ده غير أنه بفضل إنجازاته كان بيطلق عليه دايما لقب الأسطورة في القوات المسلحة أما أعداءه فكانوا مسميينه اسم تاني كانوا بيطلقوا عليه لقب الطووس الأكبر وده بسبب استهدافه الدائم ليهم بعدها بفترة لما المنسي عارف أن والده ادهورت حالته الصحية نتيجة إصابته بالسرطان وكان بيقول بالحرف هتولي أحمد ابني لأنه طبعا ما كانش يعرف أساسا إن أحمد في سينة وقتها أخبرته منار زوجته بالأمر فطلب أجازة إسبوع وسافر على مدينة العاشر من رمضان وقضى أجازته برفقة والده في المستشفى لحد ما توفى في يوم 5 فبراير سنة 2014 وطرك تلت ولاد وهم المقدم طبيب رضا المنسي اللي كانوا أتها في أمريكا والمهندس محمد المنسي والعقيد أركان حرب أحمد المنسي اللي قرر ما يعرفش أخو الصغاية الرضا بوفاة والدهم علشان ما يسيبش شغله ويرجع مصر وده لحد ما انتهت مراسم الدفن بشكل كامل وبعد كده قاله بتحكي زوجة المنسي إنه ما كانش يلاقي قدامه في الوقت العصيب ده غير إنه يرثي والده من خلال رسالة مؤثرة جدا كتبها على ورقة بعد وفاته بشهر واحد وبالتحديد في يوم 2 مارس 2014 وفي أكتوبر 2016 استشهد العقيد رامي حسنين قائد الكتيبة 103 سعقة بعد ما انفجرت عبوة ناسفة في المدرعة اللي كان فيها أثناء مرورها بين حاجزي السدة والوحشي جنوب الشيخ زويد فلقى مصرعه على الفور هو والجندي اللي كان بيقود المدرعة وأصيب جندي آخر كان برفقتهم وقتها طلب المنسي من قيادته الزهاب ليتولى قيادة الكتيبة 103 سعقة خلفا للشهيد العقيد رامي حسنين علشان يدخل أحمد صابر منسي سينة للمرة التانية لكن دخوله المرة دي كان صاخب ومدوي فأول ما رجع سينة قال أنا في المكان اللي أنا فيه ده عشان لا إله إلا الله والحقيقة إن العقيد أحمد المنسي كان معروف خلال قيادته للكتيبة بشجعته في القتال وزكاؤه في التخطيط للعمليات كان دايما بيحفز أفراد الكتيبة ويقول لهم أنتم هنا كلكم رجالتي وأولادي كرمتكم من كرمتي وشرفكم هو شرفي فنجح منسي مع رجاله الأبطال إنه يرسل الضربات الموجعة للتكفيريين ويفسد هجماتهم ويطردهم في كل مكان في سينة وكان وقت الاشتباكات بيمسك الجهاز اللي سلكي الخاص بيه علشان يوجه جنوده ويحدد لهم مناطق الإرهابيين فنفذ عشرات العمليات الاستباقية ضد العناصر التكفيرية وأحبط أكتر من 125 عملية إرهابية خلال أربع شهور وعلى مدار 14 يوم بس كان نجح في تطهير جبل الحلال اللي كان بمثابة مركز للإرهابيين وكان منسي دايما بيتقدم صفوف القوات في العمليات العسكرية وكان بيقول لهم محدش يطلع في كمين ولا مدهمة قبلي أنا الأول أنتم لسه صغيرين وقدمكم الحياة أنا ربنا قر عيني خلاص بولادي إنما أنتم لسه ففي أولى عملياته في الكتيبة بدأت الجماعات التكفيرية تنتبه إلى أن في عسكري شرس اسمه العقيد أحمد منسي بعد ما نجح فيها في قتل عدد من التكفيريين ووسط جسس القتلى لقى جهاز لسلكي خاص بيهم فأخدوا وقال لهم من خلاله أنا المقدم أحمد المنسي جت لكم يا كلاب فحظ المنسي بألقاب كتير من زملاءه وقادته وحتى أعداءه نظرا لبرعته وشجاعته الفائقة في ميدان المعركة والحقيقة كمان إن المنسي خلق جوه كاتبته العسكرية حالة فريدة جدا من نوعها فكانوا زبطها وجنودها بيقدوا وجبها الوطني بقلب رجل واحد وده لإنه كان بيتعامل معاهم دايما كأخ وصديق ليهم مش القائد اللي بيديهم الأوامر لدرجة إنه كان بيزورهم في مدنهم وقراهم علشان يتطمن على أحوالهم أول بأول حتى علاقته بأهالي شمال سينا كان ليها طبيعة خصة جدا فكان بيقابل على الدوام أهالي وعواقل القرى والمناطق في مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبيتعامل معاهم بكل احترام وتقدير علشان بس يدور على مطالبهم ويبعتها للقيادة علشان تتوصل لحل ليها فكان محبوب من العرب والبدو في سينا وكان بينهم علاقات قوية تعتمد على السقة المتبادلة بينه وبين شيوخ القبائل لدرجة إنهم كانوا بيحموه هو وكاتبته ده غير إنه كان ليل كتير من المواقف مع أطفال سينا اللي كانوا بيحبوه جدا لأنه في أوقات رحته كان بيشتريرهم الهدايا ويروح يزورهم في المدارس وكان بيتصور معاهم ويقعد يحكي لهم عن سينا والجيش المصري فيها فنجح إنه يعرفهم الكتير من الأمور اللي كانت غيبة عنهم شوف يا صديقي أحمد المنسي كان مشهود له بالكفاءة والانضباط العسكري وحسن الخلق من الجميع وكان مرتبط بشكل عميق بقصة سيدنا خالد بن الوليد اللي ما تهزمش في أي معركة وكان بيذاكر غزواته ويقرى التاريخ فكان المنسي مصقف وواعي ووطني حتى النخاع ونموذج يحتزى به في العلم والأخلاق والوطنية لا يتخلى عن وطنه أبدا ونموذج للمواطن المصري المعتاد للرؤية والوسطي غير المتشدد في دينه وحياته كمان كان بيتميز بأسلوبه المهذب في الحوار وعلشان كده كان أي حد بيتعامل معاه كان بيفضل إنه يسمع كلامه ويهتم بيه ويبحث في معلومته من مصدرها الأصلي ده غير إنه كمان شارك في بعض الندوات الثقافية بالمكتبة وخصوصاً الندوات اللي كانت بتعرض بطولات رجال الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر المجيدة أو منقشة الكتب اللي بتتعلق بعرض قصص من حياة رجال القوات المسلحة وبطولاتهم في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر إلى جانب بعض الندوات اللي اهتمت من مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وحرصه التام على المشاركة في احتفاليات تكريم أبطال القوات المسلحة المصرية اللي بتقيمها المكتبة وحضور عرض سلسلة الأفلام الوسائقية اللي بتعرضها بالتعاون مع مؤسسة رجال من زهب ومن أشهر الندوات اللي حضرها وتم تكريمه فيها كانت ندوة في 3 أكتوبر 2015 في مكتبة القاهرة الكبرى لعرضه منقشة فيلم الكتيبة 418 اللي كان من إنتاج المجموعة 73 مؤرخين بحضور السفير محمد جمال الغيطاني والفريق عبد المنعم خليل قائد الجيش التاني الميداني في حرب أكتوبر سنة 1973 ده غير اللواء أيمن حب الدين أحد أبطال الكتيبة 418 دفاع جوي وأحمد زايد مؤسس المجموعة 73 مؤرخين وفي يوليو 2016 حضر احتفالية قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بمناسبة مرور 60 سنة على تأميم قناة السويس بحضور كوكبة من رجال القوات المسلحة المصرية ولما صدرت الأوامر للعقيد أركان حرب أحمد منسي بالتوجه إلى رفح لقطع الإمدادات واللوجستيات على العناصر الإرهابية والتكفيرية راح منسي ورفاقه كالعادة لتنفيذ مهمتهم واختاروا من أحد المواقع في منطقة البارس نقطة تمركز وانطلاق ليهم بعد برها من المناطق الاستراتيجية في مدينة رفح وبتتركز طبيعة مهامها على قطع الدعم اللوجستي عن عناصر الإرهابية والتكفيرية وبيعيش فيها قبائل الترابين والسواركة والروميلات وفي تمام الرابعة فجر يوم 7 يوليو 2017 بدأ الهجوم بواسطة 150 مقاتل و12 عربة كروز محملة بالسلاح بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وقزائف RBG وقزائف هاون ومدافع جرينوف وقنابل يدوية ومفخخات قامت إحدى السيارات المفخخة اللي تم تدريعها بشكل جيد وتموهها داخل إحدى المزارع بالدخول إلى كمين البارس برفح وبعدها قامت العناصر الإرهابية بعملية الهجوم على البيت اللي كان موجود فيه أحمد منسي وجنوده من عدة جهات عبر قزائف الهاون والRBG وقاموا بتطويق التمركز الأمني بالكامل والاشتباك مع عناصر القوات المسلحة فتعملت معاها قوات الكمين ولكن لشدة تدريع السيارة انفجرت قرب الكمين وخلال دقيقة كانت بقية القوات في أماكنها بترد على الإرهابيين شوف يا صديقي القوات أول ما سمع صوت انفجار أول سيارة في محيط المنزل حطمت شدة التفجير كل جدرانه لدرجة أن ما تبقاش منه إلا الأعمدة والسقف فأسرع المنسي إلى السلالم وطلع على سطح المنزل وأول ما لمح الجنود بتجري وراه علشان تحميه أمرهم بالنزول والاحتماء خلف السواتر للدفاع عن المنزل وكان هو اللي بيحميهم وبيصد الهجوم من أعلى المنزل اللي كان سطحه مكشوف بدون أسوار وعلى الرغم من أنه كان هدف مكشوف للأعداء إلا أنه استمر الأكتر من نص ساعة بيقاتل وصوته واضح عبر اللاسلكي بيكبر الله أكبر وهو بيطلق النيران على العناصر الإرهابية من فوق سطح المبنى التمركز الخاص بي وللدفاع عن باقي زميله من ضباط وجنود القوات المسلحة أتل ساعتها أكتر من خمستاشر إرهابي وفي نفس الوقت قامت بعض العناصر بتطويق الكمين بالكامل وزرع عدد من الألغام لصد محاولات الدعم البري وقامت عناصر الكتيبة بصد الهجوم وتبادل إطلاق النار وتمكنت من الصمود طوال أربع ساعات تعرضت قوات الدعم اللي تحركت لإنقاذ الكمين إلى هجوم بالألغام والسيارات المفخخة وما قدرتش توصل بسرعة للكمين ودارت معركة شرسة استمرت فترة طويلة أظهر فيها أبطال الجيش ملحمة بطولية فقتلوا وردوا على الهجوم الإرهابي بكل قوة وشجاعة وثبات بعد مرور أربع ساعات كانت وصلت قوات الدعم الجوي لأبطال الكتيبة 103 سعقة بمنطقة البارس فرفح وقامت بقصف العناصر وده دفعهم للتراجع والهروب وأثناء مجيء قوة الدعم تم قتل عشرات التكفيريين على إيد الشهيد العقيد أركان حرب أحمد بنسي وأبطاله من ضباط وجنود القوات المسلحة وعلى مدار نحو أربع ساعات متواصلة من الصمود بعد محاصرة العناصر التكفيرية للموقع بهدف منع وصول الإمدادات عبر الألغام والسيارات المفخخة شديدة التدريع أظهر الزباط والجنود المصريين الصلابة اللي حرمت العناصر الإرهابية من السيطرة على الموقع أو أسر أي من العسكريين ومن وقت إبلاغ قائد الكتيبة المقدم أركان حرب أحمد صابر منسي قيادة الجيش بتعرض الموقع للهجوم وحتى وصول الدعم الجوي واصل العسكريون المصريون الدفاع عن الموقع واستياد العديد من العناصر الإرهابية ومع وصول مقاتلات سلاح الجو المصري بدأت فقص في العناصر الإرهابية واستيادهم لحد ما قدرت أنها توقع أكتر من 40 قتيل في صفوف العناصر الإرهابية وهنا يا صديقي كانت أوامر المنسي لجنوده خلال المعركة أنهم يحموا بعض ومحدش منهم يسيب جسد زميله تحت أي ظرف علشان ما تتعرضش للتمثيل على إيد العناصر الإرهابية فكان غالبية اللي استشهدوا في المعركة كانوا قبضين على إسلحتهم أو داخل معنداتهم العسكرية وما قدرتش العناصر الإرهابية إنها تحمل ولو جسة واحدة لأي من الأبطال وفروا هاربين تاريكين جسس زملائهم التكفيريين اللي تم استيادهم في المعركة فكانت الكلمات الأخيرة اللي قالها العقيد أحمد المنسي قبل استشهاده بعدما أطلق عليه واحد من العناصر الإرهابية رصاصة في عنقه وهو على سطح المنزل الله أكبر لكل أبطال شمال سينة قد تكون هذه آخر دقائق حياتي وقال المنسي في التسجيل إن هو وأربع جنود غيره كانوا هما اللي على قيد الحياة بعدما قتل المسلحون باقي أفراد الجيش في نقطة التفتيش وأمام بسالة الجنود المصريين فشلت العناصر الإرهابية في تحقيق هدفهم من الهجوم وهو احتلال التمركز الأمني وتدميره بالكامل ورفع عالم داعش لتحقيق انتصار نوعي والحقيقة إن ملحمة كمين البارس اللي استشهد وأصيب فيها 26 فرد من القوات المسلحة المصرية عند صد الهجوم الإرهابي فهي ملحمة تاريخية من ضمن قصص بطولات القوات المسلحة المصرية اللي بتشير إلى إن الدفاع عن أرض الوطن هو دين على كل مصري وكل مواطن حر وإن اللي قدمه منسي ورفاقه الأبطال اللي ضحوا بأرواحهم فداء للوطن دليل على ذلك وإلى جانب استشهاد البطل عقيد أركان حرب أحمد صابر محمد علي المنسي سقطت مجموعة شهداء من الكتيبة 103 سعقة وهما البطل نقيب أحمد عمر الشبراوي ابن قرية الشبراوين بمحافظة الشرقية وكان صديق مقرب للعقيد أحمد صابر منسي وهو في ستة ابتدائي كان بيتمنى يموت شهيد فكان بيقول نفسي لما موت أدفن بالملابس اللي موت بيها واتمنى أكون لابس أفارول نظيف ولما اتخرج من الكلية الحربية سنة 2007 ضمن الدفعة 101 عمل في رفح لحد سنة 2010 وبعدها التحق بالفرقة 3 سبعات بالصعقة المصرية فحصل على فرقة مكافحة الإرهاب من إيطاليا وانتقل مرة تانية للعمل في رفح حتى استشهاده اتقال عنه أنه خلال ملحمة البارس كان شجاع وباسل جدا كان بيتقدم زملائه كلما سبقوا أحدهم في القتال علشان يخليهم وراه من خوفوا عليهم وبيقول واحد من الجنود أنه أول ما تلقى رصاصة خلال الهجوم في القميص الواقي جري عليه الشهيد الشبروي فورا علشان يبعده عن ماربا النيران ويصاب لكنه أكمل واستمر في توجيه الجنود خلال الهجوم لحد ما أصيب للمرة التانية اللي استشهد فيها استشهد كمان معه البطل ملازم أول أحمد محمد محمود حسنين البالغ من العمر 23 سنة واللي اتخرج من الكلية الحربية في 2016 كان شديد التفوق في الرماية وفي أغسطس من نفس السنة التحق بالخدمة العسكرية في شمال سينة كأحد أفراد السعقة بناء على طلب شخصي منه أصرح سنين على أنه يخرج في المداهمات مع قائده العقيد منسي اللي فضل أنه ما يشاركش فيها لأنه لسه مبتد ولكن أمام إصراره أشركه معاه في عدة مداهمات وقاتل ببسالة في ملحمة البرس وأسقط عدد من الإرهابيين وتوفى الشهيد في ملحمة البرس في رفح في يوليو 2017 واللي قبل استشهاده بأيام ساب أول دعوة عامة على صفحته الشخصية على فيسبوك لحفل خطبته في بلده البجور لكنه رجع لقريته ليزف شهيد قبل أربع أيام فقط من حفل خطبته اللي كانت يوم 11 يوليو 2017 استشهد كمان معاه البطل العريف محمد السيد إسماعيل رمضان اللي طلب بنفسه التطوع في الجيش حبا في مصر باعتبار أنه ما كانش لي خبمة عسكرية لوجود شقيقتين لي فقط وكان دايما بيفتخر بارتداءه إزي العسكري أما الشهيد البطل جندي علي 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 السيد إبراهيم اللي كان مثال في التضحية دفاعا عن زملائه اللي على الرغم من صغر سنه اللي أنه قدم نفسه فداءا لزملائه دون تردد وهنا بيحكي الملازم أول أحمد فاهيم فايد الضابط بالقوات الخاصة قصة استشهاد الجندي علي علي وبيقول أنه كان في خضم القتال مع التكفيريين وأول ما شاف مدفع رشاش متعدد طلقات في إيد واحد من التكفيريين هيفرغه على جنود الكتيبة اتقدم علي وتصدب ظهره لفواهة المدفع عشان يتلقى ما يزيد على 30 رصاصة في جسده ويفدي بها زميله غيرهم كان البطل عريف محمد السيد إسماعيل رمضان والبطل جندي محمود رجب السيد فتاح والبطل جندي محمد صلاح الدين جاد عرفات والبطل جندي محمد عزة إبراهيم إبراهيم والبطل جندي مؤمن رزق أبو اليزيد والبطل جندي فراج محمد محمود أحمد والبطل سائق عماد أمير رشدي يعقوب والبطل جندي محمد محمود محسن البطل جندي أحمد محمد علي نجم والبطل جندي علي حسن محمد الطوخي والبطل جندي محمود صبري محمد ومن قوات المدفعية البطل النقيب محمد صلاح محمد اما جهداء الكتيبة 83 سعقة فكان اولهم البطل ملازم اول خالب محمد كمال المغربي الشهير بدبابة اللي كان اسمه بزلزل التكفيريين اول ما يسمعوا بوجوده بين القوات اللي هيواجهوها والحقيقة ان لقب دبابة ده ما كانش الا اقرار من الارهابيين نفسهم قبل زملائه بشارسته في المعارك وان ما فيش حاجة بتقف قدامه لقوته وشجعته بدليل اعترافات بعض الارهابيين المقبوض عليهم اللي قالوا انهم كانوا هياخدوا جايزة امتها 3 ملايين جنيه قصاد راس الملازم اول خالب محمد كمال المغربي بتقول زوجته انه كان تحت التهديد الدائم من التكفيريين وانهم طلقوا رسالة تهديد من احد التكفيريين بعد زواجهم مباشرة بانهم عارفين مكانهم كاشارة منهم بانهم قادرين يوصلوله في اي وقت خالب مغربي كان ضمن الكتيبة 83 سعقة اللي خرج على رأس قوة دعم لزملائه في الكتيبة 103 وبيحكي والده تفاصيل استشهاده وبيقول ان الشهيد خالد انهى صلاة الفجر داخل كاتبته وجهز معداته واشياءه علشان يسيب كاتبته بناء على نشرة بانتقاله لقوات السعقة في اسكندرية وفي نفس اللحظة جالوا اتصال من احد الزباط بكمين مربع البارس برفح يفيد بتعرضهم لهجوم ارهابي عشان يهدف خالب مع جنوده حية على الشهادة وخلال دقايق معدودة شكل قوات الدعم اللي كانت مكونة من مدرعتين ودبابة وعرب التشويش وخرجوا لنجدة زملائهم وقبل وصولهم لموقع الاشتباكات ب700 متر لمح الشهيد عربة بداخل احدى العشش على جانب الطريق فبدأ التعامل معاها فانفجرت وكانت معدة بمتفجرات لتعطيل وصول الدعم وعلى بعد 400 متر اطلق القناصة وابل من النيران وقزائف الاربي جي على المدرعة وتعامل الشهيد معاهم من داخل المدرعة وقدر يقتل كتير منهم الا ان الجبناء اللي بيخافوا من المواجهة كالعادة دفعوا بسيارة دفع رباعي بيقودها انتحاري فيها متفجرات من جانب الطريق عشان تصطدم بالمدرعة وتنفجر ويستشهد خالب مغربي على اثرها استشهد معاه البطل جندي محمد محمود فرج والبطل جندي احمد العربي مصطفى والبطل مندوب مدني صبري وتم توديع البطل احمد المنسي في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد المشير طنطاوي والدفن في مقابر الاسرة بالربيكي كما عمل بوصيته فلم يغسل او يكفن ودفن بملابسه وبكده تكون خلصت حلقتنا هاستنى رأيكم كالعادة في التعليقات وما تنسوش تقولولي عاوزين مواضيع اي تانية نعرضها في القناة ما تنسوش كمان تشوفوا المواضيع اللي فاتت وتستنوا المواضيع اللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم الحلقة الجاية سلام اشتركوا في القناة